السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برعاية كريمة برعاية نحن الآن عمشارف رمضان صح؟ اقترب رمضان كم بقي لرمضان شباب؟ خمسة سبعة ولا خمسة؟ خمسة سبعة ولا خمسة خمسة؟ ستة خمسة يعني باقي كم يوم حوالي والله تولهنا على رمضان والله العظيم اشتقنا رمضان أجمل ما في رمضان لما تبدأ العزائم بين الأسرة وكذا وتجلسون أذن لفطار وآخر شيء يطلع إعلان في التلفزيون لحملة حج عمره مثلا وهذه صارت ترى صارت ومع أصدقائنا المهم يعني العائلة صلاة التراويح أحلى شيء صلاة التراويح زدحان مسجد وأحلى شيء في رمضان أول يوم يوم تدخل رمضان صلاة الفجر تدخل المسجد وين كانوا هذيلة؟ المسجد مزدحم حلو الشعور يا أخي الله يديم علينا النعمة يا أخي الطاعة سبحان الله نحن أمه مباركة نشعر بلذة الطاعة الله العظيم رمضان تشعر بلذة الحج نشعر فيه لذة العيد نشعر فيه لذة رمضان نشعر فيه نحن أمه مباركة الحمد لله أصلاة الله عز وجل أن هذه لذة الطاعة لا يحرمها أحد لأنها جميلة أن تشعر بلذة الطاعة يعني تشعر بروحانية جميلة فننتظر رمضان العبرة ليس فيه الصيام ولا القيام العبرة هذا من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه يدع طعامه هو شرابه حسنت جنيبي أشكرك فالعبرة هذا نحن وش اللي دمرنا في الأمة لها هذا هي والله تظن الله عز وجل اللي تصلخ خاشع راكع وتؤذي جيرانك بلسانك أنت مرضي عنك دخلت امرأة قيل يا رسول الله امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها ماذا قال صلى الله عليه وسلم يا جنيبي ها وش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة صوامة قوامة لما بدخلوا عليه لكنها تؤذي جيرانها ماذا قال صلى الله عليه وسلم الحين أنت كم سنة في رحيق الإيمان يومين فنشو هي قال هي بالنار العبرة ليس هذا زين ندخل في الموضوع أول شيء يرحب بطاقة من رحيق الإيمان فمن حق واجب علينا يرحبهم ومن حقهم أن يرحبهم لأنه جزء من نجاح البرنامج فيصل الجينيبي يرحب بك درمان خالد نورت أرحب بك خالد أيضا أرحب به عيضة أرحب بك فيصل كتبي سيدي أرحب بك محمد النعمان أحمد النعمان أرحب بك ورجاء أرحب بك ودرمان في الزاوية أرحب بك أهلا بكم إخواني رحيق الإيمان أهلا وسهلا برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد حفظه الله وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة له منا من فريق رحيق الإيمان له منا أجمل وأزهى وأرق تحية لسيدي سمو الشيخ سيف بن زايد حفظه الله أحب أن أخبركم أن أصدر سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد حفظه الله بإعلان جائزة بانطلاق جائزة تحبير القرآن الكريم كل عام برعاية كريمة يتابع سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد يتابع ماذا جرى يتابع الجوائز يتابع ماذا جرى في الناجحين يتابع كل شيء جزاك الله خير نحن نقول له جزاك الله خير سيدي وأبشرك أن الجائزة قامت على قدم وساق وهذه الموسم الخامس أتوقع والرابع الخامس في جائزة تحبير للقرآن الكريم الآن السنة الخامسة في رمضان تطلق لكن هذه المرة لها موسم جديد هذه المرة العجيب تدري عندنا فتحنا باب اسمه ميثاق الأخوة يعني نتصور مقطع أنا أسمع السوالف شباب بره لو تبندون الباب تصور مقطع الأخوة الإنسانية فيلم قصير يعني مقطع نبذ التطرف نبذ العنف نبذ كذا العجيب أنه حنا في طاقم جائزة تحبير عندنا شباب من الإخوة المسيحيين فتمثلت جائزة تحبير بأجمل ميثاق أخوة عندنا في الطاقم أنا الأمين العام للجائزة اللي يسوون المنتاج والتقييم وكذا شباب مسيحيين ولهم من الشكر والتقدير هذا هو سعة الإسلام ليس لأننا نتلاع عندنا شباب وطاقم منتاج وكذا يشتغلون عليه شباب مسيحيين جزاهم الله خير مع إخوانهم المسلمين فلهذا نشكر سيدي صاحب اسمه الشيخ سيف بن زايد حفظه الله ونعلن نحن من منبر رحيق الإيمان بانطلاق الجائزة لكل أطياف الأرض مرحبا بكم مهما كان سنك عمرك مهما كنت مهما كان دينك تستطيع أن تشارك معنا في فيلم ميثاق الأخوة مستوحى من ميثاق الأخوة نبدو التطرف والعنف إلى النهاية وكذلك عندنا أيضا القسم الآخر موجود هي حسن الصوت والترتيل اشتركوا جميعا الجائزة ثلاثين ألف درهم للفائز الأول من الذكور والنساء من الذكور والإناث عفوا والجائزة الثانية تأتي عشرين ألف والثالث عشر آلاف فعندنا حوالي سبعة وعشرين جائزة نبدأ تستطيع أن تبعث بداية من واحد رمضان حتى المنتصف رمضان وبإذن الله سيكون الختام في العشر الأواخر في رمضان في جائزة تحبير برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد حفظه الله متمثلة بوزارة الداخلية وأشكر كذلك أخي وصديقي وحبيبي العميد دكتور صلاح الغول أشكر لأنه أيضا يرعى هذه الجائزة وكذلك الرائد طارق نعم نشكر أشكر وزارة الداخلية لأنه هي التي صراحة تجتهد جدا أنا في النهاية يعني ما لكن هم اللي يقومون بالأعمال جزاهم الله خير هم اللي يتابعون النتائج وتواصلون مع المتسابقين ويأتون بهم فبالعكس الجائزة كلاتي معنا فيديوهات سنعرضوا عليكم جهز كاميرتك جهز قلمك اكتب أو انظر بعد ذلك لليوتيوب وشارك معنا امرأة طفلة شاب عجوز أيا كنت تستطيع أن تشارك معنا في جائزة التحبير ونحن نطلقها لعنان السماء من الشرق حتى الغرب لجميع طياف العالم تفضلوا ترجمة نانسي قنقر 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 10 ألاف دولار 8 ألاف دولار 8 ألاف دولار 8 ألاف دولار 8 ألاف دولار صح؟ هذا الفائز الأول من فئة الذكور والإناث أيضا 8 ألاف دولار فجميل إن شاء الله أسأل الله أن يكون الفوز من حليفكم أرحب بكم جميعا في مشاركاتكم وبإذن الله تستطيع أن تبعث أن تقرأ الشروط عن طريق تحبير كرآن وكذلك أن تبدأ في المشاركة والتصوير والله يوفقكم ما علي لأنه لا نريد أن ما نريد أن نتكلم كثيرا لكن أذكركم قبيل رمضان إن شاء الله بداية عندي كلام أن برنامج من رحيق الإيمان سيتوقف قبل أسبوع من رمضان يعني سنستأنف أول يوم رمضان يعني هذا الأسبوع آخر أسبوع في عنا أسبوع إجازة طبعا هذه الإجازة ليست جزر المالديف إنما هي إجازة قبيل رمضان نستعد لرمضان خصوصا زخم البرامج وكذا والمحاضرات فنحن نتوقف أسبوع ثم نستأنف في أول رمضان يعني الشباب تقدرون تروحون إجازات أي الله هذه البشارة يا رجا الله يرفع الشانك بالإجازة يا أخي ما شعر أنا بشت المعمن وأنا ما أدري تفرحون في الإجازة أكثر من البرنامج لا بس الإجازة زين أسبوع معكم فحنا برامج وسيم يوسف بالإذاعة بالتلفزيون وكمحاضرات تتوقف لمدة أسبوع ونستأنف في الأول من رمضان باكر طلع لك إشاعة توقف برامج وسيم يوسف أو مات وسيم يوسف أو حادث سيارة وسيم يوسف وإعلق مع الحسابات هذه على كل حال أنا أخبركم بداية من الأحد القادم حتى الخميس أسبوع توقف رحيق الإيمان سيكون برامج إعادة ومعادة حتى يبدأ رمضان زين شو علم موضوع اليوم التوازن والتوازنات اسمع رغم أني أخذت ربع ساعة ولا شو رأيكم نأجل ها المخرج يقول والله لا تقول زين ما أدري يعزمنا عقهوة المهم توازنات الحياة محتاجة توازنات بمعنى إحنا أيام نضحك صوت الضحك يسمعه الجار وأيام نصرخ صوت الصراخ يسمعه سابع جار أحيانا تأتيك لحظة صامت مزاجك متعكر لا تعلم لماذا ومتضايق لا تعلم لماذا وتشكو لا تعلم مماذا وتارة يأتيك ذاك المزاج الذي تريد أن تجمع سكان الأرض لتقول لهم إن يحبكم يجيكم هذا الشعور شباب ها صح كلنا يأتينا هذا التوازن في المزاج والمشاعر تارة يقلب عليك مزاج الصمت وتارة كأنك جائع بالكلام تتكلم وتارة يقلب عليك مزاج أريد رياضة أن أصلح رياضي فتشتري معدات رياضية وتشترك بالنادي أول ثلاث أيام بعدين شو تسوي كلكم مشيتوا في هذا الموضوع أقول لكم قصة عني ها ولا بلا خليت طابق مستور أنا جانج يعني اشتريت أجهزة رياضية وضعتها في الصالة أثقال وما أثقال وما عرفيه وجهاز رياضية أول يوم تستيخل الصبح تحط العصير والماء ها وتشغل التلفزيون أمامك وعلى الجهاز المشي والرياضة وكذا وتشوف نفسك وتركب مرأة كبيرة في الحجرة صحية جنيبي أول يوم تأتي وكذا وعضلاتها في أمل أول يوم ثاني يوم ثالث يوم سابع يوم تشوف العناكب تركض عليها وخيوط العنكبوت تنتشر هذا واقع للإنسان مزاجي ومرت عليكم صح؟ تأتيك أحيانا تقول أريد أصيد سمك تشتر السنارة وكذا صح؟ وتروح للبحار وتشتري الطراد قارب صغير بعد يومين تبيعه هذا الإنسان تأتي مزاج تقول أريد أركب دراجة وتأتي بليس دراجة ودراجة تتحوط يمين شمال وأنا سوء بعدين تبيعها هذا طبيعة الإنسان الإنسان ملول ملول جدا أكثر مخلوق على وجه الأرض ملول حنة أكثر مخلوق على وجه الأرض ملول انظر لسائر المخلوقات تمارس ما فطرها الله عليها بنفس الإطار يعني العصفور الصباح ويش يسوي وبالليل ويش يسوي الأسد شو طبيعة سألت أي إنسان ويش طبيعة حياة الأسد يأكل ويركد ويركد وراء الغزاء حتى ما يركض اللبو الله يزيه الخير هو جالس صح؟ لو سألتك عن أي مخلوق عواج الأرض تقول كذا 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 لكن لو سألتك على الإنسان كل واحد له إطار يا ترى لماذا هذا الاختلاف؟ ها؟ ليه الاختلاف هذا يا جنيبي؟ نعم كل واحد نفسيته نفسيته؟ ليه؟ العقل العقل تفكير الله عز وجل لم يجعل الإنسان يمشي في إطار دابة أو أن يكون بهيمياً بل وهبه الله عز وجل هذا العقل التغيير ليبحث عما يروق له وليغير نمط الحياة وليبحث عن تجديد الحياة لو كان الإنسان لو كان الإنسان جبل على أن يكون والعياذ بالله بهيمياً لما ضرب بقاع الأرض ليبحث عن بقعة أرض ولما ضرب المحيطات والبحار ليكشف أمريكا ويستكشف أمريكا ولما وجد إبداعاً في البناء والحياة والتطورات فالله عز وجل جعل الإنسان في هذا التقلب لمصلحة الإنسان لمصلحة الإنسان لو لا تقلب الإنسان في هذا الأمر لبقي يمشي في إطار معين يقلده الجميع لا بالعكس سأغير مزاج الإنسان وأجعل عقله يتعب ليفكر ويبحث ويكتشف وأجعله حزيناً ليبحث عن سعادة وأجعله متضايقاً ليمشي هذا طبع الإنسان فأحياناً لا تنظر لما يصيبك أنت من بلاء ووهن وضعف ومزاج أنه هذا يكون أحياناً ابتلاء عليك هذا ليس ابتلاء هذا نوع من تغييرك أنت اسمع الحين أنتم شباب أسألكم سؤال لو أنتم تكرهون عملكم في التلفزيون وضايقكم المخرج خالد دوم ضايقك مثلاً تقدم استقاله وتبحث لولا الضيق الذي تشعر به في العمل لما بحثت عن عمل جديد هذه الحياة لولا الضيق الذي أنا أمر به لما بحثت عن لون آخر يخرجني من هذا الضيق رأيتم الفلسفة في المزاجات وكيف أن الإنسان أحياناً يأتي متقلباً لأن هذا التقلب يساعدك على أن تبحث في أطر جديدة للحياة في أطر جديدة للحياة فالله عز وجل يدخلك في ضيق 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 ولما هاجر المدينة أليس كذلك؟ ولولا وقع خلاف بين خولة وزوجها وقالها أنت عليك ظهر أمي لما علمنا أحكام الطلاق ولولا قصة عائشة لما علمنا أحكام التيمم فكل ضيق الله عز وجل يدخل عليك منه نور لتبصر لأن الضيق بالمختصر هو ظلام الضيق بالمختصر هو الظلام والفرج هو النور فلهذا من سنن الله عز وجل شان في خلقي أني أضيق عليكم العيش أضيق عليك مزاجك حتى صدرك لتبحث أنت عما يغير رمط الحياة لأن الإنسان ملول ونحن في المناسبة أضعف الكائنات نحن نضعف الكائنات شوف جلدنا أضعف جلد جلد الإنسان يعني حتى الضفضع الضفضع جلد أحسن عنه ليه؟ يثير سموم كذا يحمي نفسه حن جلدنا يا رجل موجة غبار تضع يصيبك وش يسمى هذا؟ وش المرض؟ أكزيمة صح؟ أكزيمة وأمراض حن جلدنا وش جلدنا؟ أقل أداة حادة تجرحك حن أضعف ما عندنا لا مخلب ولا عندنا جلد مثل يحميناك باقي ولا عندنا أنياب أسناننا الجوز واللوز ما تستطيع أن تكسره بسنك فنحن أضعف المخلوقات هذا هو الذي يعطينا القوة هذا العقل هو الذي جعل الأسد في القفص وهو الذي جعلنا نرقى الجو والبحر فهذا يقلب أحيانا مزاجك ليبحث لك عن جسدك ما يروق له يقلب مزاجك ليبحث لك عن جسدك لجسدك ما يروق له لهذا من سنن الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى هذا مدخل الحلقة وأنه هو أضحك وأبكى حتى ضحكك بتقدير الله وبكاءك لنعمة يريدها الله هذا هو تقلب المزاج لأن الضحك والبكاء هو عبارة عن تقلب الحال من سعادة لحزن ومن حزن إلى سعادة هذا الأمر وضعه الله بك وجعله بيده لتبصر لتبصر النور في حياتك لهذا لا تظن قط أن تغيير المزاج بلاء وابتلاء بل هو نعمة هو نعمة نحن ما مشينا في الأرض اكتشافا إلا لأن الأرض ضاقت علينا نحن ما حفرنا الآبار إلا لأن الماء نقصت بيننا نحن ما اخترعنا وسائل للزرع والحصاد وغيرها إلا لأن الأرض بخلت علينا نحن لم نرقى للسماء إلا لأن الأرض استصعبت علينا ولم نغز في البحر إلا لنبحث في خيرات كل نعمة تجتاحنا سببها ضيق كل نعمة تجتاحنا في هذا العالم سببه الضيق الضيق الذي تمر به هو الذي جذب لك النعمة هو الذي أتى لك بالنعمة لهذا إذا تعكر مزاجك في يوم من الأيام لا تضجر ولا تأخذ تلك الزاوية المنهزمة وتريد أن تتقوقع عن عالمك تقلب مزاجك الله يريد لك أن تبحث عن باب للسعادة خصوصا الشباب يعني أحيانا يجينا وقت الشباب أتوقع الشباب يوافقون إلى نخرج عن موضوع الحلقة ثم نعود أحيانا ما تأتي تقول نفسي أشوف الشباب وجلس معهم نلعب بلاي ستيشن وكذا صح وأحيانا ما تريد تشوف نفسك رغم مثلا يوم ويكند شو تسوون أنتم لا يعني عادة ما تجمعون الشباب وتجلسون وأحيانا تجلس في البيت لوحدك ما تريد تشوف زوجتك رغم أن خميس ما اختلف عن الخميس والتوقيع لكن هو المزاج الله حتى أحيانا إذا أراد أن يجلسك لوحدك بمزاجك اعلم أنه يريد منك أن تراجع نفسك أو يريد منك أن تتفكر وتتبر وتنظر لنفسك لهذا تجد أغلب العظماء منحهم الله حب الخلوة ويعطيك مثال قريب منه قبل البعثة إن كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار صلى الله عليه وسلم لهذا إياك أن تنظر للبلاء مجردا من النعمة اعلم أن البلاء خلفه أضعافه نعم لكن نحن عيننا قصيرة غير بصيرة لا تبصر إلا من يقف أمامها لا تبصر للوراء ماذا بعد البلاء؟ هذه مقدمة جميلة ماذا بعد البلاء؟ وش رأيكم شباب؟ باكر؟ باكر الخميس؟ بعدنا في الأربعة أنا نفسيتي كانت أوكي لأنه باكر الخميس خلص باكر الخميس أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان أهلا وسهلا موسيقى